فتح الطريق الهواي عند الأطفال لا بد من تجنب فرط البسط وفرط العطف للعنق وذلك بوضع وسادة تحت الكتف عند الولدان والرضع وتحت الرأس عند الأطفال الأكبر حتى نصل إلى وضعية وسط بين البسط والعطف تسمى وضعية الشم بحيث إذا رسمت خطا مستقيما من الأذن يلمس ذلك الخط القسم الأمامي للعضد كما هو مبين أيضا يمكن فتح الطريق الهوائي عن طريق دفع زاوية الفك الأمامي للأمام عملية التنبيب أولا ضع الرأس بالوضعية المناسبة لفتح الطريق الهوائي من ثم أجري شفط للمفرزات التي قد تسد الطريق الهوائي ثالثا قم بإعطاء الطفل تنفس اصطناعي بالأمبوباك أو القنية الأسعافية حقيبة الأسعافية لتأمين أكسجة كافية قبل التنبيب دائما أحمل منظار الحنجرة بيد اليسرى أدخل من اليمين وأدفع اللسان لليسار أدخل شفرة المنظار حتى ترى لسان المزمار ارفع لسان المزمار برأس الشفرة لكي ترى الحبال الصوتية دائما ادفع المنظار باتجاه مستقيم ولا تستعمل مفصلة المعصم لأن ذلك قد يؤذي اللثة العليا للطفل يمكنك شد زاوية الفم بإصبعك لفتح الطريق الهوائي ومن ثم الدخول بالأمبوب من اليمين وليس من الموسط لأن ذلك سيسد زاوية الرؤية التي ترى من خلالها الحبال الصوتية